لقد قلت غير مرة إن دين أهل الخلاف هو دين الحكومات دين صنعته الحكومات ولهذا الدين اليوم رجال ومشايخ كبراء ينعمون بكثير من المزايا بسبب بقاء هذا الدين فإذا هذا الدين اندثر وذهب وولى تسقط امتيازات هؤلاء لا يتمكن القرضاوي مثلا من أن يبقى القرضاوي الذي يشار إليه بالبنان الذي تشرئب له الأعناق الذي يمشي في موكب في قطر الذي له قصر في قطر الذي له ذلك الراتب الخيالي في قطر وتلك الامتيازات لا يبقى لأنه سيكون أساسه قد انهدم فلذلك يحرص القرضاوي وأضرابه على إبقاء هذا الدين وهذا الدين لا يستبقى إلا بإبقاء رجالاته الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليوم يعني الرمز الأول لهذا الدين أبو بكر عمر الثاني عثمان الثالث عائشة الرمز الأول من جهة النساء من جانب النساء حفصة ثم معاوية والأم الأربع عندهم مثلا وثم من بعدهم ابن تيمية والآن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب هؤلاء الرجال لا بد من حفظهم وعدم سقوطهم لأنهم إن سقطوا يسقطوا منهجهم وإذا سقط منهجهم يسقط هذا الدين والمذهب فنسقط نحن القضية واضح